تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم رئيس مجلس النواب العراقية دكتور سليم لجبوري الذي يزور المملكة حاليا وأكد جلالته خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية دعم الأردن لوحدة واستقرار العراق وجهوده في تصدي لمختلف التحديات التي تواجهه وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية خصوصا جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية بدوره أشهد رئيس مجلس النواب العراقي خلال اللقاء بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك لدعم أشقائه العراقيين في مختلف الظروف